ترأس مع علي السيد علي بصالح صالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة الخامسة عشر للمجلس في دولة العقادة الأول من الفصل التشريعي السادس وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة وتم اختار المجلس بالرسالة الواردة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والمرفق بها مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024 خلال الجلسة الخامسة عشرة لمجلس الشورى في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس تم اختار المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة بشأن الأمراض السارية وغيرها ورد سعادتها عليه وتم اختار المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة السيد محمد بن انبارك بن دينا وزير النفط والبيئة بشأن الغاز الطبيعي في مملكة البحرين ورد سعادته عليه هذا ونقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المدة 127 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 وذلك بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تم التوضيح لعضاء مجلس الشورى بأن هذه المادة 27 مكرر قد فعلت في مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2020 وصدرت بمجموعة من تعديلات القانونية إلى قانون الإجراءات الجنائية فلذلك تم رفض هذه المادة في هذه الجلسة لكون أن المادة قد فعلت في قانون آخر أوافق مجلس الشورى اليوم على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وذلك بعدا موافقة على مشروع بقانون لتعديل المادة 127 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والسبب في ذلك هو أن هذه المادة قد نسخت بصدور القانون رقم 7 لعام 2020 بتعديل كذلك بعض المواد في قانون الإجراءات الجنائية من ضمنها المادة 127 مكرر وهذه المادة وغيرها هي من الضمانات لاستقرار العدالة وسير العملية بأكثر بعدالة أمام قاضي الموضوع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أوصت بعدم الموافقة على مشروع القانون بسبب صدور قانون رقم 7 لسنة 2020 وانعدام المصلحة في الاستمرار في نظر مشروع القانون ناقش مجلس الشورى في هذه الجلسة مشروع قانون بتعديل مادة من قانون الإجراءات الجنائية وأوصت اللجنة المختصة بعدم الموافقة عليه ليؤكد المجلس في جميع جالساتها العمل المستمر بين مختلف اللجان للحفاظ على المصلحة العامة شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين